السلام عليكم أساطير HD Action يقال دائماً ما يعود المجرم إلى مسرح الجريمة فإن كنت من محب الغموض والإثارة والقضايا الغمضة دلوقتي فعلنا بيج أرشيف خلينا أقول لك يا صديقي إن في قضايا كتير من بشاعة تفاصيلها بيتم حظر تداول أي تفاصيل عنها يلا يا صديقي ادخل للبيج هنقدم فيه تقارير مفصلة عن أغرب القضايا وأكثرها غموضاً وإثارة بشكل احترافي وبمصادر موثقة بطل فيلمنا النهاردة هو المحقق الأكثر إثارة على الإطلاق بعد ما فشل في كشف هوية أخطر تاجر ممنوعات في آسيا بيحاول مرة تانية بكل الطرق لكن طريقه دايماً هيكون مليان بالصعوبات والعقبات المستحيلة وعلشان تاخد جرعة الدوبامين كاملة لازم تروح تتفرج على الجزء الأول هنا على القناة وارجع كمل معانا مرة تانية ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم بيبدأ فيلمنا مع يونج اللي اكتشف جهاز التعقب اللي حطه جو في الكلب بتاعه وبيطلب من العلماء الصامتين يوقفوا في أي مكان يعمل حاجة وبيروح عند مكينة صرف آلي وبيسيب تعليمات معينة ومعاها جهاز التعقب اللي كان في الكلب علشان يوصل جو بعدها بكم ساعة وبيلاقي التعليمات وجهاز التعقب وكمان معاهم جهاز تاني بيتعقب مكان يونج وبيكون يونج في الوقت ده قاعد مع العلماء اللي بيسألوا لي ما قتلش براين واكتفى بحرقه فبيعرفهم إنهم لسه محتاجين وخصوصاً إن مصانعوا مليانة بالمواد الخام لتصنيع المخدر اللانكا وبيأكد يونج للعلماء إنه بعت رسالة للسيد لي في إيد حبيب الجين اللي قتلوها قبل كده وبيعرفهم كمان إن في بنت اسمها سو ودي تبقى مساعدة السيد لي رقم واحد ولازم الأول يقابلوها علشان يعرفوا مكان السيد لي الحقيقي وبتوصل للرسالة لسو فعلاً وبتفهم على طول اللي حصل لما بتتأكد إن عينة اللانكا سليمة ولما بتقعد سو مع المساعد بتاعها بتعرف منه إن شركة الأدوية بتاعت براين قدمت له معارضة علشان يعملوا صفقة مع بعض وبعد ما خد براين المواد الخام قدروا يصنعوا مخدر اللانكا فعلاً لكن الشرطة أبضت على الكل والبضاعة كمان وبمجرد ما بتشوف الكارت بتاع يونج بتفهم إنه كان وراء كل اللي حصل ومن هنا بتقرر إنها تسافر كوريا بنفسها علشان تحل الموضوع في الوقت ده جو بيروح ياخد موبايل سون من الأدلة يمكن يوصل لحاجة وبيتحرك على المشرحة علشان ياخد بصمة سون ويقدر يفتح الجهاز بعدها بتوصل وحدة شكلها غريب وبتعمل نفسها دكتورة علشان تدخل الغرفة اللي فيها براين ولما بيشك فيها الحراس بتقتلهم في الحال بمنتهى الاحترافية وبتدخل تدي عقار معين لبراين بيخليه يفوق علشان يقدر يتحرك معاها وفي الطريق بيبدأوا يعالجوا براين اللي بيكون متبهدل تماما بعد ما حرقوا يونج في الجزء الأول وبيعرف براين من اللي معاه إن سو هتزور البلد بكرة وجاية قبله وطبعا لما بيعرف جو بهروب براين بيطالب إنه يدور عليه هو وفريقه لكن المدير بيرفض بسبب إن جو شايف إن براين مش هو السيد لي أصلا وبيأكد المدير إنهم ما بقوش شغلين على القضية دي خلاص ولازم جو يصرف نظر عنها للأبد في الوقت ده بتروح مساعدة براين تستقبل سو من المطار علشان تاخدها تقابل براين وعلى طول سو بتدخل في الموضوع وبتطالب بالمواد الخام اللي راحت منهم أو حتى فلوسها فبيعرفها براين إنه خسر لتنين لكنه يقدر يقدم لها حاجة أحسن بكتير وبيطلع صورة يونج وبيعرفها إنه قتى الجين اللي بيتضح إنه أخو سو من الأب لكن سو ما بتكونش حزينة على موته وكل همها إنها ترجع البضاعة بتاعت السيد لي علشان يكون مبسوط وبيأكد لها براين إنه يقدر يوصلها بيونج اللي معاهي المواد الخام ويقدر كمان يصايدنا عن لانكا وبيقدر جو وفريقه إنهم يحددوا منطقة معينة ممكن يبقى فيها المصنع اللي بيشتغل فيه يونج وبيقرروا يدوروا في المنطقة لحد ما يلاقوه أما يونج فبيكون وصل لمصنع قديم مع الاتنين العلماء اللي بيصنعوا مخدر اللانكا وبيفتحوا المصنع وبيكون فيه مواد خام كتير يقدروا من خلالها البدء في التصنيع لكن بيدخل عليهم الناس اللي كانت شغالة في المصنع قبل كده ويونج كان فاكر إنهم مشوا ولما بيلاقيهم قدامه بيعرفهم إنهم هيصنعوا المخدر هنا والكل هيستفيد بالفلوس اللي هتعود عليهم وبيوافوا وفي الليل بيبقى جو لسه بيدور في المصانع وبتيجي مكلمة للمساعد بتاعه من مراته بتعرفوا إن ابنهم تعبانه لازم ييجي لكنه بيرفض لإنه مش هينفع يسيب جو لوحده خصوصا إن جو لسه عايز يدور على آخر مصنعين في البلد بلا هوادة والتاني يوم يونج بيبعث العلماء بالكلب علشان يعالجوه في المدينة وبيتفاجأ هو والعمال من عربيتين وصلوا المكان وشكلهم غريب وبمجرد ما بيقربوا بيلقوا ضرب النار من العربيتين دول وبيقتلوا في كل اللي قدامهم وهنا بتنزل سو أتبعها من العربيات وبيكملوا أتل في كل العمال بمنتهى الشراسة وبتدخل سو تقف قدام يونج اللي بيقول لها إنه بيصنع مخدر لانكا وعايز يقدمه للسيد لي وبيأكد لها كمان إنه يقدر يصنع الكمية اللي اتفق عليها قبل كده وأكتر كمان المهم بس بالنسباله إنه يقابل السيد لي في الوقت ده كان وصل جو والمساعد للمكان وشافوا الجسس اللي برا وبيكون جو عايز ينزل والمساعد مصمم يستنى الدعم فبيسيبوا جو وبينزل وبيضطر المساعد إنه ينزل وراه علشان يأمنه أما سو فبتقول ليونج إن السيد لي مش محتاج لحد غيرها وهنا بيدخل جو بيهدد الكل بالسلاح فعلى طول سو بتمسك يونج علشان تحمي نفسها ورجالتها بيبدأوا ضرب النار بمنتهى القوة على جو المساعد بتاعه اللي بيتدخل علشان يحمي ظهره لكن سو بتنجح إنها تاخد يونج وكان واحد من رجالتها وتتحرك بسرعة بالعربية فبيفضل المساعد يضرب النار على العربية لحد ما بيوقفها وهنا واحد من اللي مع السو بيجهز القناصة وبمجرد ما بيشوف وش المساعد بيديله طلقة فرقابته علشان يقع في الأرض بينزف ومش قادر يتحرك وبتطلع السو بعدها على المكان اللي فيه براين ومعها يونج أما جو فبيتوقف عن العمل ست شهور بسبب إنه منفزش كلام المدير بتاعه بعد عن القضية وكمان تسبب في قتل المساعد بتاعه بدون زنب ولما بيروح يحضر الجنازة بتاعته امراته بتعرفه إن ابنهم كان تعبان وجزها رفض ييجي علشان يفضل مع جو لكن بعد ما فشل جو في حمايته مش عايزة العازة منه وبتطرده كمان من المكان فبيروح جو المشرحة وبيفضل يبص على جزة المساعد وهو بيعيط بسبب اللي حصل وعلى الطرف الثاني يونج بيلاقي نفسه مربوط جنب براين ومش عارف يتصرف ازاي وبيلوم على براين إنه عرف موقعه لسو لإنها هتقتلهم بعد ما تاخد المخدر على طول بس براين بيبقى حاقد على يونج بشكل كبير بسبب الحروق اللي سببها له في الوقت ده جو رفض إنه يبعد عن القضية وراح يسأل في منطقة معينة وبيعرف من واحد هناك إن كان في واحد وزوجته بيزراعه نوع مخدر من الأعشاب وكان عندهم طفل صغير والزوج قال في مرة إنه بيشتغل مع راجل صيني اسمه السيد لي لكن ما حد شافه قبل كده ويعرفه بس إنه مدرس مش أكتر أما براين فبيحكي اليونج إن زمان في واحدة من الجزر كان في شخص عامل نفسه السيد لي وقتها رح له جين وخلص على رجالته وفضل يعزب فيه لحد ما ظهرت سو في المكان هي كمان وبيبان جدا إنها بتغير من جين ومش عايز حد يبقى تابع للسيد لي غيرها هي وبس وبتنزل في الراجل تقطيع لحد ما بتخلص عليه تماماً ولما بيشوف براين اللي بيحصل وقتها بيتصدم من المنظر الفضيع ويتأكد وقتها إن السيد لي شخص فعلاً حقيقي ومش بيسامح إن أي حد ينتحل شخصيته وبينجح جو إنه يعرف المدرسة اللي اشتغل فيها السيد لي وبيعرف كمان إنه سافر تايلاند من فترة كبيرة وأول ما بيخرج من المكان بيجي له رسائل بيعرف من خلالها إن يونج وبراين اتحطوا على مركب رايحة تايلاند فبيجري على المطار علشان يركب الطيارة ويسافر وراهم ولما بتيجي المساعدة بتاعته وبتعرض عليه إنها تروح معاه بيرفض بشكل قاطع لإنه مش عايز حد تاني يتئذي بسبب المهمة دي وبيقرر إنه يسافر لوحده في الوقت ده بيتم نقل يونج للمصنع الأكبر على الإطلاق الخاص بالسيد لي واللي بيتم فيه تصنيع المخدر بشكل مكسف جداً وتصديره لأغلب الدول وأثناء ما رجالة سو واخدين براين بالعربيات علشان يقتلوه في مكان محدد بيطلع عليهم رجالة براين وبيقلبوا العربيات وبيدخلوا في قتال شارس مع أتباع سو لحد ما بينجحوا إنهم يخلصوا عليهم تماماً وينقذوا براين ولما بيوصل جو تايلاند بيروح على طول المدرسة اللي المفروض السيد لي بيشتغل فيها فبيقابل واحد صاحبه بيأكد له إنه يعرف السيد لي كويس وممكن يتصل به كمان وبيتصل للراجل على سو وبيعرفها إن المحقق هنا فبتطلب منه إنه يقتلوا في الحال ويخلصهم من الموضوع ده فبيطلب الراجل من جو إنه يروح معاه على بيت السيد لي علشان يقابله في الوقت ده يونج بيتصل على براين وبيأكد له إنه ما يعرفش المكان اللي هو فيه حالياً لكن جو معاه جهاز تتبع ولازم يوصله علشان يقدر يوصل لمكان يونج أما جو فبيوصل مع الراجل للبيت وبيلاحظ السلاح معاه فبيأخده منه فوراً وبيهدده لكن الراجل بيبقى عامل حسابه والبيت مليان بالمسلحين المستعدين لأي حركة وبيكبره جو إنه يسيب السلاح وبيضربوه وقبل ما يموت جو بيوصل فريق براين وبيبدأ يقتل في كل الموجودين واحد وراء الثاني وهنا بيدخل براين وبيقعد جو قدامه وبيفتكر لما كان مع يونج عند سو وعرفوا إن سو مهووسة إنها تبقى هي بس التابعة للسيد لي لتقتل جين قبل كده وتاخد مكانه لكن فشلت وبيقرر للاتنين يتعاونوا مع بعض علشان يوصلوا للسيد لي لكن بيشترط يونج عليه إنه يحافظ على حياة المحقق جو مهما كلف الأمر وبينجح يونج في التواصل مع براين بعد ما جو بقى معاه وبيقول يونج الجو إنهم في الفريق نفسه وكلهم عايزين السيد لي والأفضل إنهم يتعاونوا طالما وصلوا للمرحلة دي سوا بس جو بيبقى مستغرب لإنه عايز يقبض على السيد لي وبراين عايز يبقى السيد لي إنما هدف يونج من كل ده مش معروف وهنا بيسأله جو إذا كان عايز ينتقم للاتنين مزارعين اللي قتلهم السيد لي زمان بس يونج مش بيرد وبيقفل المكالمة وبيقدر براين يحدد مكان يونج وبيقرر التوجه عليه لإنه مكان المصنع الرئيسي أما سوف هبتتفاجئ بمكالمة من السيد لي وبتعرفوا إن معها يونج اللي بيصنع اللانكة لكن السيد لي ما بيكونش مهتم بالتقارير ولا بالكلام ده وبيعرفها إنه اعتزل وعايز يعيش في سلام مش أكتر وهنا بتغلط سو وبتناديله ببابا ساعتها بيفهم يونج إنها تبقى بنت السيد لي ساعتها سو بتتجنن وبتنزل ضربة على يونج بمنتهى العنف وبتفتكر زمان لما حاولت تقتل جين اللي كان أخوها من الأب وقتها جين اتوسل للأب إنه ما يعملش حاجة لسو ويديها فرصة تانية فبيتكلم السيد لي مع يونج وبيضربها جامد بسبب محاولتها لقاتل جين وبيأكد لها إنها مش محتاجة عيلة من الأساس وبتفوق سو من ذكرياتها وهي مكملة ضرب في يونج بمنتهى القسوة وبتبقى خلاص هتموته لكنه بيمسك إزازة وبيطعنها في رقابتها في الحال وهنا بيدخل جو وبيديها طلقة علشان ينهي حياتها تماماً بعدها بيقعد الكل قدام براين وكمان لاتنين العلماء وبيبقى براين متضايق جداً من يونج بسبب اللي عملوا معاه ولما بيحاول جو يتكلم بتديله المساعدة حقنا علشان يغمى عليه مؤقتاً وهنا براين بيطلب من يونج إنه يقتل السيد لي الحقيقي علشان يقدر يكون هو السيد لي الجديد وهيخلي العلماء معاه علشان يعملوله مخدر اللانكا ولما بيرفض يونج بيقرر براين يعاقب البنت العالمة ويحط لها مادة في عنيها بيخليها تفقد البصر للأبد كمان العالم تاني بيفضل يحرق في جلده زي ما عملوا معاه لحد ما بيوافق يونج على تنفيذ المطلوب في الوقت ده بيفوق جو وبيلاقي نفسه في المستشفى وبيعرف إن الشرطة لقيته في الشارع وقدروا يتواصله مع المساعدة بتاعته علشان تيجي تشوفه أما السيد لي فبيكون عايش حياة هادية ومروح بيته في تايلاند زي كل يوم لكن المرة دي بيتفاجئ بيونج قاعد عنده وبيقدر إنه يتعرف عليه وبيقرر إنه يقعد يتكلم معاه فبيحكي له يونج عن العيلة اللي تسبب فقت لها زمان في الحوية واللي هي بتكون أسرة يونج الحقيقية لكنه بيتضايق جدا لما بيلاقي السيد لي مش فاكر أصلا من كتر الأعمال الفظيعة اللي هو عملها وهنا بيعرفوا يونج إنه قتى العيلته كلها هو كمان ومن ضمنهم بنته سو وقبل ما السيد لي يطلع المسدس بيكون يونج خلاص طلع مسدسه وداله طلقه في دماغه أنهت حياته تماما بعدها بيلاقي جو جهاز التعقب بتاع يونج اشتغل من تاني وعلى طول بيقوم يروح له على المكان اللي هو فيه وهنا بينيجي للمشهد اللي كان فيه جو رايح يقابل يونج في الكوخ الجليدي والاتنين علماء بيكونوا معاه لكن البنت اللي فيهم فقدت البصر وكمان مش بتتكلم ولا بتسمع فالموضوع كان مميت جدا بالنسبة لها وبيقعد يونج مع جو على الترابيزة يتكلمه شوي عن اللي حصل خصوصا إن جو عرف بموضوع موت السيد لي الحقيقة في بيته وبيتأكد إن يونج هو اللي قتله فبيعرفوا يونج إنه قرر يبقى السيد لي الجديد وأول ما يونج بيحط إيده على المسدس بيمسك جو سلاحه وبيديله طلقة في دماغه علشان يموت بنفس الطريقة اللي مات بيها السيد لي وقتها بيخرج جو من الكوخ وهو مش عارف يعمل إيه بعدما القضية خلاص خلصت بموت جميع الأطراف لكن بمجرد ما العلماء دخلوا وشافوا جو سي تيونج قدامهم واحد منهم طلع وضرب جو طلقة في دماغه هو كمان علشان تتقفل القضية للأبد وبكده بينتقفل منه النهاردة أسطورة ما تنساش تدعمنا بالعيك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action